التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تتواصل لليوم الثاني على توالي فعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء وشهد اليوم الأول مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر حيث أكد في كلمته خلال المؤتمر أن الدولة تتحرك لمواجهة العوز والفقر عبر توليد القدرة من الموارد المتاحة وأوضح رئيس السيسي أن تكلفة التغيير كانت باهظة وتفوق قدرات الدولة مشيرا إلى أنه يجب التعاون والتكاتف معا كدولة وشعب في مواجهة التحديات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن عقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر لأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كافة الأطراف أضاف مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية ويستهدف المؤتمر توافق على خارطة الطريق الاقتصادي للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرية كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية قدم وزير المالية البريطانية السابق ريشي سونك ترشحه لرئاسة الوزراء عشية إغلاق باب المشاركة في الانتخابات داخل حزب المحافظين أكد سونك أن ترشح لمنصب رئيس الوزراء لإصلاح الاقتصاد وتقديم المساعدة لبريطانيا مشيرا إلى أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة من جانبه أعلن بوريد جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق انسحابه من السباق لصالح وحدة حزب المحافظين على حد قوله عبر صندوق النقد الدولي عن تشاؤمه إزاء وضع الاقتصادات الأوروبية هذا العام والعام المقبل وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية أن الأفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير فيما يخص معدلات النمو وحذر صندوق النقد من أن أحد أبرز المخاطر على المدى القصير هو اضطراب إمدادات الطاقة والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص في الغاز وصعوبات اقتصادية عميقة أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازعة عليها بين البلدين هذا وتصعد التوتر في الأسبوع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعية أثارت استفزاز كوريا الجنوبية واليابان وأثارت قلق حلفائهم الغربيين نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل